كلمائي فصل الصيف يكون هناك هاجس يؤرق المواطنين وهو احتمال انقطاع التيار الكهربائي وليس الماء التيار الكهربائي خاصة مع وجود ما يسمى بالأحمال الزائدة على الضغط على الكهرباء خلال فترة الصيف نتيجة لتشغيل الكثير من المولدات الخاصة أو مكاين التكييف التي تسحب الكثير من الطاقة لكن وزارة الكهرباء والماء دائما وابدا من خلال قياداتها التي يحرصون على ما يسمى بالجاهزية التامة لكافة القطاعات بفرقها الطارئة لمواجهة أي حدث طارئ وذلك نستطيع من خلاله أن نطمئن المستهلكين إذا هذا الأمر وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري حاول بقدر مستطاع أن يؤكد بأن هناك استحالة لانقطاع التيار الكهربائي في ظل وجود فرق جاهزة ووجود فرق من الطوارئ ومهندسين قادرين إن شاء الله على التشغيل ولكن بالمقابل يجب أن يكون هناك نوع من الترشيد ونوع من الحرص الوطني من المواطنين والمقيمين في كيفية استهلاك وترشيد استهلاك الكهرباء